مساء الخير عاملين ايه يا رب اكونوا بخير الفيديو توقعات لبرج الحوت لسنة 2022 بس قبل ما ابدأ الفيديو عايز برضو يعني افهم حضراتكو اني دي توقعات يعني وارد انها هكون صح وارد جدا جدا انها هكون غلط ان الغيب ما بيعلموش غير ربنا وبس فانا حابب بس اوضح النقطة دي قبل ما نبدأ في الفيديو ويلا مش هتقول عليكم بتدي من ناحية العملية او من ناحية المهنية من ناحية المهنية هيبتدي يواجه مشاكل في الاول وصعبات وهو بالعقلانية هيبتدي يحلها ده اللي انا كنت قريه يعني عن برج الحوت بالنسبة للجانب المهني هيبتدي يكسب ثقة زميله في الشغل وهيكون مؤسل جدا لما يحل المشاكل دي فالمفروض ان هو يكون مستعد لده يعني على السنة الجديدة وده هيخليه يتقدم جدا في شغله وطبعا هيكون دخله زاد ده بالنسبة ل يعني مرتبه او المال يعني عموما هيخلي دخله يزيد دي بالنسبة للناحية المهنية يعني هتكون سنة كويسة عليه في ناحية الشغل وهيقدر يتغلب على الصعوبات وكمان هيقدر يتقدم او يعني يترقى لو هو شغله فيه ترقية فده هتكون حاجة كويسة وهتكون فيه فرص كتير قدامه اه كويسة بمجرد ما يعدي العقبات اللي هتقابله وهي بالمناسبة يعني مكتوب ان هي مش هتبقى عقبات كبيرة قوي يعني يعني هو هيقدر يحلها ده المكتوب واتمنى ان الكلام ده او التوقع ده يطلع صح وان شاء الله يبقى خير على الجميع نخش بقى من ناحية العاطفية عشان دي مهمة قوي من ناحية بقى العاطفية هيقابل ناس اه المفروض يعني ان هم هيوجدوا بهجة وسعادة في حياتكو اللي هو بالنسبة لبرج الحوت برضو سواء ولد او بنت ده هيكون بداية الجو رومانسي وفيه جو كده هيبقى فيه يعني مشاعر ورومانسية وهيكون فيه ارتباط ده للسنجل طبعا كمان هيكون فيه لحظات مميزة جدا مع الشخص او الشخصية اللي هيكون فيه بينهم ارتباط يعني اقدر اقول انه هيقابل او هتقابلي الشريك المناسب لك ده بالنسبة للناحية العاطفية طيب الناحية الاسرية والمتجاوزين هيكون فيه مشاكل وعقوبات بس هيبقى فيه مرونة في التعامل وده هيخليهم يعرفوا يعدوا المشاكل دي او المشاكل لان هي هتبقى مكتوبة كده ان هي هتبقى مشاكل فده هيساعدهم ان هم يعدوا بالمشاكل من خلال مرونة وحب لبعض فمش هيبقى فيه تفكك اسري ان شاء الله ده غير بقى ان السنة دي لموليد برج الحود عمتا هكون سنة كلها ايجابيات وهيكون فيه فرص للسفر وفرص لتعرف على ناس جديدة اجتماعيات توسع اجتماعيات او ازدهار اجتماعيات والمفروض المفروض يعني ان كمان هيكون فيه حتة ايه ان هو الحود هيكون شجاع شوية للسنة دي بطبيعته يعني هتغير ان هو يبقى شجاع شوية شجاعته هتزيد في السنة دي ده المفروض ده مكتوب ويعني اتمنى ان الكلام ده يكون فعلا صح واتمنى ان السنة الجديدة تكون ايجابية للناس كلها وكل شخص او بنت او ولد اتمنى ان الفيديو يكون فتكه وحاولت اقصر الفيديو على قد ما اقدر ويا رب بس انا كويس عليكم اقولكم مع السلامة